مرحبا بكم في دبارة جديدة من طولة رمضان كيف العادة باش نبرتاجي معاكم ان شاء الله دبارة كاملة اليوم ما بديتش بشربة لخاطر عندي شربة امتاع البرح دي راكد بديت بالتباقة الرئيسي اليوم ان شاء الله باش نطيب نواصر بالجيش الجيش المقفول قليت فيه جرون فلفل ومبعد خليت الراس بصار القاسية وهاكيك على اربعة الراس الي عندي صغرون عندي تروف الجيش خليت الجلد متيح مع الخاطر الجيش الي عندي عربي بارش اسألتوني بارتاجيت معاكم مع الجيش العربي بني نشريه من هنا قلت لكم تانجوابكم خاطر ما كانش عندي الادرس بالضبط بالضبط سييتا وعندي الادرس بالضبط طانحو تلكم في صندوق الوصف بي حتيتك اتروف الجيش حتيت مقدار زوز مغارف طماطم معجونة فوحت ملح كركم فلفل احمر مع هريسة عربي المرادية عوضتها بالفلفل مهروش ولا نحطو هريسة عربي كيف كيف الاثنين يعطيونا نفس النتيجة مع انو فلفل مهروش يعطي قوة سبيسيال بتبيعة حتيت شوية ماء باش تقلى كل شاي مع بعضو اورق رند وشوية ثلاثة اربعة فصوص ثوم هكيك اينا نواصل اليوم اخترت باش نطيبها بالجيش عملتها بالجيش العربي بتبيعة نجمونا نحو نعملوها بالجيش وإلى انا عملوها بالعلوش احنا واشنا ونحبوه الهني مقعد اللي كان باش نمرق صبيت كمية به متاع الماء ماء طيب للجيش كي ما تعرفوا الجيش عربي يسحق اكثر تطيب من المتجيش العادي صبيت كمية به متاع ماء وخطيت وخليت السوسة تطيب على روحه ومشيت باش نحضروا نواصل ما عملش كمية كبيرة برشة عملت 300 جرام هكيكا تقريبا خطيت نواصل حاتيتها في البلاتو ودهنتها بشوية الزيت خويت زيتونة خلط كل شي مع بعض وحاولت باش نواصل الزيت لنواصل لكل هكيك باش ما تلسقش ودينا كل كعبة وحدها وانا تعجبني كي تكون هكا لونها متكونش حمرة برشة محبها سافرة كيفي كوسكسي حاتيت شوية كوركو ما تحبوش نجمو تستغنيوا عليها المرحلة حذية عما ايجي لونها مزيين هذي الخضر اللي حضرتين اختتش نحط بطاطا وسفنيريا وحمص نجمو تجيع نحط الخضر اللي نحبو عليها حاتيت الانواصل تفور فورت مدد 4 ساعة وهبطها حاتيتها في البلاتو وطوق باش نسقيها نفس السوس هذي اللي قاعدة التيب اللي باش نسقي بها الانواصر نحط لوش زوز ثلاثة اينا والكمية اللي عندي المهم الانواصر الكل تتبل بالسوس وبعد ما يقلقش منخفوش السوس الزيد حتى كان صابينا سوس كمية زيدة في السوس راين باش كي باش راجعوا الانواصر مرة اخرى تفور باش تهبطك السوس هذيكا في المقفول مرة اخرى اللي هكا بليتها بالبيهي ورجعتها تفور كيف كيف مدد 4 ساعة نحن سيه لك نواصر فورت مدة اخرى توق شنو باش نعمل توق باش نغمها بالسوس وندخلها تتجامل المرحلة هذي تبنن نواصر بالقدي 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 خير ملي نطيبوها مية في المية تتجامل معناها مية في المية مفورة ورانا نجمو نستغنيو على المرحلة هذي ونقعدو كل مرة كل ما تشيحوا نواصر اللي نبلوها بالسوس ورجعوها تفور وتستغنيو على حكاية التجمير رف الفور اما راهي تجميل فرفور تبنن النواصر بالقدي حتيت نواصر في البلاتو هذي اللي يدخل الفور ولهني تقوا باش نصب كمية بها امتع سوس بس باش تكمل الطيب بالنواصر خط الهني راهي مزيل تيبسها مزيل تستحق طيب وفي نفس الوقت هكت تكمل الطيب وفي نفس الوقت هتتجمر في الفور هاو كي ما قاعدين نشوفو ساب يتكمية بها امتع سوس شخ شخها بالسوس بالقدي نخلط او كشفته تكون في القاوام هذي ونحطت التجمر في الفور وفوقه من لوطة على مية وثمانين درجة لهني السوس نقصت اه زدتها كاس ماء خطرة الجيز مزيل شوية وحتيت الخضرة كيف كيف الخضرة مزيل تستحق بشتيب شوية الحمص خليته في الاخر على خط الحمص عندي طيب عندي اليميني بوشي هذوما اه شريطهم عندي بارشة الحق قصيت مني شريطهم برأس العامي ذو اللي شريطهم وقاعدو دا تمتحهم يقاعد دون قاعدو يعني اليوم ما عنيش بارشة هاكا في التطيب وبيش نحص بارشة في الكوجينة مشيت جبتهم اه كيف كيف الحشو عملت حشو حاضر بش ما نقعدش منحضر في الحشو حتيت جبن نطويب هذيكا مفوح بالاعشيب وعندي صمان في مي الباكو هذي يفيه دو تخونش اه قصيت هكيكا قصيت هم تريفيت صغار حاتيت تخونش واحدة ما حاتيت همش زوس خاتر بارش زوس اه كا قصيت هم تريفيت صغار تخونش هذيكا رجعتها خليها نستحقها مرة اخرى اه وخلطت هكا سمان في مي هذيكا بالجبن انا عندي صمان في مي حاتيت صمان في مي نحط جبنة كهاو نلقاوهم را في مجازن باختوا لحكاية هذو ما وفيهم برشة اشكال حاتيت في بوشا دوي بيش تكون سهلة ونظيفة الحكاية اه من بديت نحطوا بعد جبن مش قاعد يهبط بسهولة زيت قصيت شوي اخر ببوشا دوي وهكا هبطت الحشو بالجدي كهاو مقاعدة كيمة نحط جبن وصمان في زينهم هكيكا يبقى قدلكم اي نعمل تختات مش نعمل جبن وصمو نجبو نعملو الحشو اللي نحبو عليه كمالة الكمية لعندي لكل بنفس الطريقة وهكا المقبلة كانت حاضرة بهي بالنسبة لسلاتة قصيت عندي اه ميس بصلة تماطم وفجل وكعبة افوكاء وجبن قصيت كل شي مع بعض وزدت السلاتة وكعبة واحد كالعادة ملح وفلك حل وقارس وزيت هذية نواصل سي تجمرت ما ما ينقص الماء متاحة وتتجمر الا ما تكون سيئ كاملة تابتة ومقعد لي كاملة تحطها في صحان التقديم ملو حاتيتها في صحان هذية مبعا ظهرت لي مش بش تبين برشا بنفس اللون هي وصحان مش تبدلت صحان هذية ابيض يكون تبين في خير نواصر هكا هاو اللي هني استويتها وحاتيت الدجاج والحمص والبطاطا والسفنيريا والفلفل مقلي اللي قليته من اللول زينت بالطريقة هذية بتبعا نجبن زينه كيف ما نحبه ولا نعملو كل واحد صحان نمتيعه أنا اختار بش نزينها بالطريقة هذية وهكا يكون تبقى تبقى رئيسي متاعي يا حذر جيت بنينة خفيفة جيج العربي بالحق زدها بنا على بنا هيدا بالنسبة للتبقى الرئيسي كما قدلكم الشربة عندي شربة البي راح جزتها نكتمي اه وسخنتها هكا هاو مقعد اللي كان بش نحطها في في فسحنا اللي بش نفسح فلي بش نقدم فيها وهكا كان شقعان فتري لليوم اللهم اقدمها نعمة وحفظها من الزويل هذي شربة اللي عملتها معاكم البيرحة في ظلية هذي اصلاتها مشكلة بالخضرة اللي عندي في بلاس لبريك والتاجين عملت اللي مني بوشي هذوما بجبن وصمو والطباقة الرئيسي اعملت معاكم نواصر بالجيش انشاء لا يكون عجبكم شقعان فتري انشاء لا تكون حصلة الاضافة وطبا ما قعد لي كانوا قولكم انشاء لا ننقاكم على خير من هني للفيديو الجي وشي يا طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر